الأسد والثيران الثلاثة فضل ثلاثة ثيران العيش بين الأودية والآكام متآلفين متحدين لم يكن يفرق بينهم إلا لون بشرتهم فقد كان أكبرهم أبيض اللون وكان الأصغر أسود أما الأوسط فكان أخبر اللون تعل جلده بقع سمر وكان بالغابة أسد يتربص بهم لينال منهم حاجة ويظفر بطعامه المفضل فلم يفلح وعيل صبره فلجأ إلى الحيلة والمراوغة وذات يوم قال الأسد للثور الأسود والثور الأغبر إننا إن لم نتخلص من الثور الأبيض فسنكون جميعا عرضة للهلاك فبيض جلده علامة باردة يستدل بها الصيادون على أمكنتنا فيسهل بذلك استيادنا ولن يرى لنا بعد ذلك أثر فإن أنتما سمحتم لي بافتراسه فسوف ننجو جميعا من بلائه وسمح له الثوران بذلك ومضت الأيام دون أن يرى للأسد أثرا وذات صباح طلع عليهما وهو جاحذ العينين فاتح فمه ومكشر عن أنيابه وابتدر الثور الأغبر قائلا أيها الثور الأغبر يا من يحسبه الصيادون أسدا مثلي لو تخلصنا من الثور الأسود لصارت الغابة ملكا لنا دون شريك ولأصبحت كل الحيوانات تأتمر بأوامرنا فعل تسمح لي بافتراس الثور الأسود وسمح له الثور الأغبر بذلك بقي الثور الأغبر وحيدا وأخذ الندم ينتابه وبدأ يتوجس خيفة من الأسد وقال في نفسه لقد تقرر مصيري حين وافقت الأسد على افتراسي الثور الأبيض يجب أن أنجو بنفسي من شره أكتشف وأفهم أولا أتأمل الصورة وأقرأ ما يلي ثم أبحث عن موضوع النص بقي الثور الأغبر وحيدا وأخذ الندم ينتابه الإجابة موضوع النص سيكون حول خيانة الثور الأغبر لبقية ثيران الغابة بتآمره مع الأسد عليهم ليبقى في النهاية وحيدا وينتابه الندم ثانيا أقرأ النص قراءة صامتة ثم أعين الجملة التي لها علاقة به كان الأسد صديقا وفيا للثيران الثلاثة بادر الأسد بافتراسي الثور الأسود قرر الأسد قرر الأسد افتراسي الثيران الثلاثة الإجابة الجمل التي لها علاقة بالنص بادر الأسد بافتراسي الثور الأسود قرر الأسد افتراسي الثيران الثلاثة ثالثا أجيب عن الأسئلة الآتية لماذا لجأ الأسد إلى استعمال الحيلة والمراوغة مع الثيران الإجابة لجأ الأسد إلى استعمال الحيلة والمراوغة مع الثيران للزفر بوليمة تسد رمقه لماذا بقي الثور الأغبر وحيدا في الأودية والآكام الإجابة بقي الثور الأغبر وحيدا في الأودية والآكام لأنه قبل باقتراح الأسد للمرة الثانية وسمح له بنين من أخيه الثور الأسود وأغواه بامتلاك الغابة ولم يكون لهما شريك ثالث ما سبب ندم الثور الأغبر؟ الإجابة سبب ندم الثور الأغبر هو تفطنه لحيلة الأسد وإحساسه بالخوف فقد تحدد مصيره هو الآخر رابعا أعيد سرد أحداث النص مرتبة حسب ورودها فيه الإجابة يحكى بأنه في عصر من العصور الغابرة كان يعيش في إحدى الغابات ثلاثة ثيران أسود وأبيض وأغبر اللون ويشاركهم في العيش أسد عجوز سالمهم لأنه لا يقوى على الثيران الثلاثة دفعة واحدة وبعد مرور زمن ليس بالقصير وازدياد حاجة الأسد العجوز المفترس إلى لحم ليقوي به جسده المتهالك خطرت له فكرة خطيرة وشاء الأسد العجوز إلى الثورين الأغبر اللوني والأسود بأن الثورة الأبيضة يعرضهم للخطر أثناء الليل بحكم لونه اللافت للأنظار وأنه بحكم الصداقة التي تربطه بهم يقدم لهم هذه النصيحة الأخوية وهي أن عليهم التخلص منه بأي طريقة وإبعاده عن صحبتهم حتى يكون في مأمن من الشرور ولو سمح له بافتراسه قضى مساعدتهم على التخلص منه سيكون من الفاعلين وفي ليلة من الليالي حالكة الظلام هجم الأسد على الثور والتهمه شر التهام زادت قوة الأسد بعد الوجبة الدسمة التي قضى أياما يستمتع بالتهامها وبعد مرور زمن احتاج الأسد إلى الطعام الطازج الدسم الذي لا يمكن أن يحل مكانه أي طعام ليقوي عظمه ويستعيد به شبابه أعاد الأسد نصحه لكن هذه المرة النصيحة كانت من نصيب الثور الأغبر اللون بمبرر جديد حيث مارس عليه سطوة الرسائل المخلصة والناصحة له بأنه لو تخلص من الثور الأسود لصارت الغابة ملكا لهما دون شريك ولا أصبحت كل الحيوانات تأتمر بأوامرهما فإن كان هذا الفعل يرضيه فإنه سيفترس الثور الأسود وسمح له الثور الأغبر بذلك لكن في نهاية المطاف أحس الثور الأغبر بخطورة الأمر وندم ندما شديدا لقد حدد مصيره بنفسه وجعل الأسد يحتال عليه بدل المرة مرتين وسهل له المأمورية بأكملها خامساً أقرأ الجمل الآتية وأعوذ ما هو مسطر بما يفيد المعنى نفسه فضل ثلاثة ثيران العيش بين الأودية والآكام ابتدر الأسد الثور الأغبر قائلاً عيل صبره أخذ الندم ينتابه الإجابة فضل ثلاثة ثيران العيش بين الأودية والتلال عاجل الأسد الثور الأغبر قائلاً نفذ صبره أخذ الندم يصيبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر